السلام عليكم و شاء الله و شاء الله تكونوا بخير اليوم كما لكم تشوفو و جبلكم هذا ندخل المية على الفرنبوز وصفة سهلة لا تأخذ شجاع معكم الوقت وصفة الشيس كيك هذه بزيف سهلة نتمنى تجربوها و كل عادة تشاركوني تطبيقاتكم في القروب تاعي قطو الشيساغة هنا تلت لكم كل عادة مقتطافات بشتوفوا الفيديو تانا كيف اشخدبناها و نبدأ على بركة الله في الوصفة نحتاج الوصفة اول حاجة ندرها هي كريمة الفرماج يعني كريمة الجيز نحتاج 250 جرام تا اي نوع من الجبن انا استعملت ماسكا اخطان ثم تقدروا تدروا جبن كيري ولا اي حاجة نحتاج 250 جرام تلك خيمة خاش نحتاجوا تدروا هذا الفرماج عادي نحتاجوا ثانية 40 جرام على الزبدة و 7 جرام جيلاتين كدرتها في 70 جرام 70 جرام ماء بارد و هذه الكلابودغ تتبع جيلاتين تتبع رخيصة يقدروا يطيروا قصة 1000 او 1000 نورمال و عندي هنا شوكولات فرمبوز 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 فلنضرب فرمبوز و هذا الشوكولات فلنضرب 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 اضع الماء في حمام ماء مع الزبدة وتدبه مع بعض اضع الجيلاتين الجيلاتين هي نفسه اليسرى بالتشيز كيك في حلوة التحويل لأنم أحبنا هذا الجيلاتين لأنه ستجد في فصل الصيف ثم اضع الجيلاتين كمية شوكولاتة نضع لكم شحة شوكولات 300 قرم الشوكولاتة نضع لكم كامل في صندوق و كما رأيت مادرة حتى حاجة طلعت لك 5 خش و خلطت معها الفرماج توجوغ الفرماج نضربه واحد ولكن نفرش حتى القوام بتاعهم يكون في زوج كيف كيف كما كنت ترى بعد ما دابت الشيكولة اضفت لها هذه الجيلاتين و نحرك حتى نتحصل على قوام الى ستيكي نعود لكم طلعت لك 5 خش و وحدها و زيت طلعت لفرماج وحده و بعد خلطتهم معه ماذا و شدرت نضعها هنا تبرد مدة دقيقة فقط باش نخلطها الخاليط تاع الفرماج و لك 5 خش شوفوا اللون التى حشحة شباب حسنا و كلا نضيف لها كما رحكم تشاهدوا الخليط نترك بالضبط لكما نبرد شوكولات stata نضع الخليط على شوكولاتة و بعد مذهلة من بعد نضيف الخليط على شوكولاتة نضيفها بخليط الفرماج و لا كرام والكرام الوشس لا يمكنك التحديق ها أخير والكرام ها ماسكاربون كما نعرف كالاك خيم خاش كالماسكاربون في زوج ما فيه السكر سمارا نحلو فيها بهذا الشوكولاتة هذا الشوكولاتة جاء معتدل الحلاوة محلو مصامط جهيل عندنا هذا المولند و لا استعملوا اي سيرسو او اي مول سيليكون ديروا يولو كان سيرسو مدور او كاري او اي حاجة انا عندي هذا المولند انا مش هنستعمل هذا الفوقاني تاعه هو شوفه هك فاشي جي انا فضلت نخليه سامبل لنصحب عليكم بزاف المراحل ندير البريباريسون تاعي قاع داخل الملتاعي مش بزاف كبير اللي بقاتلتها في الفيرين خبطوها كبشي خرج الهواء ونديروها الليلة كاملة في الكنجيلاتور رح نخدم ذو كالطبقة المقرميشة عندي لافيتين عندي كيلات لافيتين مع كيلات المكسيرات نحنطمها بشكرة اتغتيني تزيريا كما راكم تشوفو انا خرجت هذه المخلطة بشكرة يجي 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 لا تقدروا اي شوكولات ندوبها في الميكوراند او في حماما يجب يجي 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 المخلطة تظهر مجتمع ويوجد بأمور الشكل نقدر الريد للمجمد كيف تستعملها في الباط اولا يجب ان تكون جميلة ايضا يجب ان تضب في المنزل او باماري او ميكرو عندما تضب تسيطي الى سيخلق 27 دراجة هنا اضافة حتى 27 فاولا في فصل الصيف تقدروا على 30 فاولا أنا تجغني كلاسي على 27 هنا عندي بابيي نضغط بسكوتش ونضغط نضغط بالمغروف ونضغط بسيليكون نضغط بسيليكون نضغط بسيلي بعد نضغط بسيلي ونضغط بسيلي ونضغط بسيلي ساقرح اضافة نضغط بسيلي بسبب نشاهد الكثير وهو صفحش كذلك لا اعتقد أن اطلاق لا اعلم 一aves يجب أن تشديدها في القرعة يجب أن تنحيها في المجمد خمس دقائق يجب أن تحصلوا على هذا الديزاين يجب أن تشاهده في المحلات يبيعون حلويات يجب أن تحصلوا على هذا الشوكولة هولي لقلاسات التاعية ماهبط ماهلي كما راكم تشوفوا نجي نحي هادية هادية قاعدت لربع ساعة جمدت في المجمد نجي نحطها فوق الاسيات التاعي اللي حن نبريزنتي فيها وبعد نرفض الاندخومة التاعية ونحطها فوقها أنا هنه قدرت هادية لكي نمسح فيها الاندخومة ماسحقش يجيني الاندخومة مالفيني وبعد نحطها عادي هنا جتني شوية مدنيا بدا أحزز دنيتها شوية ما كان باش جيني جز في الصندخ ونبدأ نديكوري هنا توجوه قبل ما تغرسوا أي حاجة ناصيحة توجوه فتحوا فتحها بالموس باش ماستعوج الكمش يعني تبقى حاكمة تبقى وقفة كي ما نقولو حنا فتحوا فتحها بالموس وشكوها لما انو تشيزكيك تاعي موف كي ما شفتو في داخل موف ديكوريتو بورد الشوش هاد الموف وفارا لغو ساتي داعي راهي خلاصة تشوفو البغيانس تاع القلاساج ونضغي با يعني مشري ماشي مخدوم في الدار نقطع حالكم تشوفوها بالداخل هلو غنقولكم سيو سيو هاد القلاساج تلقاوهم تواجد عند زيكي امبراج بقعلي كولاغ ورجعوا لي الخبر اذا ما عجبكمش انا راني مسؤولة يودي طوب انا وخلعت كيفاش قلاساج ميغواغ مشري هكا نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وصفتي لنهار اليوم ومكون ما كونش تقيل عليكم معني اغنقول لكم تهلووا بالزافر وحدكم وفي صحتكم وابقوا على خير نتلاقوا في فيديو جديد مع وصفة جديدة والسلام